السلام عليكم و اهلا وسهلا فيكم في قناة ناصر وارزون خدمة الجيم باس للأكس بوكس تعتبر من افضل الشغلات اللي ممكن صارت لاننا احنا كلاعبين بتوفر لنا كليكشن كتير كبير من الالعاب اللي منقدر نستمتع فيها وقابل رسوم اشتراك جدا بسيطة بالمقارنة مع سعر الالعاب اللي موجود على هاي الخدمة طبعا هاي الخدمة بتوفر لنا كل الانماط والاصناف من الالعاب شو مكان اللي احنا بدنا اياه ومنحبه رح نلاقي في هاي الخدمة ونفس الاشي الناس اللي بسموا حالهم انهم او مطاردين الانجازات او اللي بحبوا يختموا الالعاب بشكل كامل برضو رح يلاقوا اللي هم بدهم اياه في خدمة الجيم باس في هذا الفيديو رح اشارككم ان شاء الله في 30 لعبة موجودة على خدمة الجيم باس اللي رح تكون جدا مغرية لكل محب الاتشيفانس ومحب نختم اللعبة بشكل كامل مش فقط انك انت توصل لنهاية القصة بينما توصل الى كامل الاتشيفانس يكونوا مفتوحات لالك بشكل كامل خلال فترة زمنية جدا قصيرة ان شاء الله رح يكون تركيزنا في هاي القائمة على ترتيب الالعاب بناء على مدة التختيم تبعتهم يعني كل الالعاب اللي موجودة على القائمة الالعاب سهلة بس الفرق اللي رح يكون بناتهم هو مدة التختيم رح نشوف الالعاب تحتاج عشر دقائق رح نشوف الالعاب تحتاج ست ساعات بس مبدئيا كل الالعاب رح تكون ان شاء الله سهلة ما فيها اي صعوب ان شاء الله رح تحتاج منكم اي مجهود عصبي او عضلة الا فقط انكم تلعبوها وتستمتعوا فيها وتوصلوا بنهايتها الى كامل الاتشيفانس ان شاء الله فاختصارا لمدة الفيديو خلينا نبلش بسم الله هو اللعبة على قائمة اليوم هاي اللعبة من الوهل الاولى رح تفكروها انها رح تحتاج مئات الساعات عشان تختموها بس العكس صحيح لانه الان في اخبار حلوة كتير انه اللعبة بتسمح لكم تتشاركوا السيف فايل تبعكم وتختموا كل الاتشيفانس اللي فيها المطلوب فقط انك انت تلاقي واحد خاتم اللعبة بشكل كامل يبعث لك الملف تبعه ملف السيف فايل تبعه وبعدين انك انت تشغل هذا الملف ورح تلاقي الاتشيفانس رح يطنعوا واحدة ورد تانية بس بهاي البساطة انا اريد اعمل دليل بشرح لكم كيف انكم تتعرفوا على ناس من خلال سيرفر موجود على الديسكورد رح يساعدوكم ويشاركوكم في هذا السيف فايل وانا وردي جاهز برضو اني اساعدكم اشارككم وقعا فعليا رح نحصل خلال عشر دقائق مش اكتر يعني على الفين واربعمية من الجامر اسكورد رقمتين على القائمة تاونسكيبر لعبة بتطلب مننا احنا نبني كم من مبنى وكم من شغلي هيك بسيطة خفيفة لطيفة في هاي اللعبة اللي فعليا صراحة وقت اللعب يعني يمكن يحتاج منكم نص ساعة بالكتير مع انه صدقا بتوقع انه عشر دقائق هي المدة الكافية انكم توصلوا لالف كاميرا سكورد في هاي اللعبة وانا اريد برضو عامل دليل لها في قناتي بتقدروا تدوروا عليه في قناتي وتحضروه وتشوفوا اسهل واقصر طريقة لتختيم هاي اللعبة مقم ثلاثة على القائمة دابدستريان لعبة كانت من المفروض تكون سابقا طويلة التختيم يعني بتحتاج الساعتين بس في طريقة جديدة تم اكتشافها الان بيخلي وقت التختيم في هاي اللعبة يعني لا يتجاوز النص ساعة حتى اقل من هيك بتقدر تستعمل كلمات غش بتنقلك ما بين مهام اللعبة المختلفة بتحصل على بكل اريحية بدون ما حتى تضطر انك انت تلعب هاي اللعبة في حال اذا حابب تلعبها يعني بالطريقة رسمية انا اريد عامل دليل بساعدك انك توصل لتختيم ان شاء الله يعني نحكي شرعي لهاي اللعبة او اذا انت حابب انك تستعمل طريقة الكوماند برضو الكلمات الغش بشكل وباخر برضو انا عامل دليل لالها والتنتين يعني طريقات بيرشدوك لتختيم سهل ان شاء الله بس واحدة راح تحتاج وقت اطول من التانية والقرار قراركم نقم اربعة على القائمة هالو نيبر الجزء التاني لعبة بتحتاج منك فقط تلاتين دقيقة من وقتك عشان توصل لالف كاميرا سكور سهلات خفاف الطاف انا عملت برضو دليل لهاي اللعبة على قناتي لعبة جميلة صراحة اذا حابين تلعبوها لحالكم مو غلط بس فعليا راح تحتاجوا وقت اطول عشان توصلوا لنهايتها ما في يعني كل راح توصلوا لها بمجرد ما انكم تختموا اللعبة بس انه بشكل وباخر دليل راح يساعدكم علي انكم تختموها بشكل افضل واقصر ان شاء الله. اخل خمسة على القائمة طبعا لعبة لو لس فعليا وجود كلمات الغشة اللي فيها هاي اللعبة راح تكون صعبة عشان نوصل لالف كاميرا سكور فيها بس وجود الكونسول كماندز او اللي تشيتز في هاي اللعبة بخليها راح تصير جدا سهلة نختمها ان شاء الله بفترة ما راح تتجاوز اكتر من ساعة مع طبعا المحاولة والخطأ اللي راح تشوفوه في بعض المهمات وانا كمان برضو عامل لهاي اللعبة دليل في قناتي برضو بتقدروا ترجعولو اذا يعني شفتوا صعوبة فيها. ختم ستة على القائمة مايفرند بيبابيك لعبة قصة امشوا فيها من اولها لاخرها ورح تحصل على كل الاتشيفنس اللي موجودة في هاي اللعبة يعني مبدئيا كل اللعبة راح تقضوها فقط انكم تتعرفوا على شخصيات بيبابيك اللي احنا مشوفهم بهذا مسلسل الاطفال بس راح يكونوا هالمرة على جهازنا الاكس بوكس راح نتعرف عليهم ونشوف قصة جميلة قصة طفولية بس الحلو فيها انه الاتشيفنس جدا سهلة وقت اللعب والتختيم مبدئيا ساعة مش اكتر هذا اذا في حال يعني انتم مرتزمتوا في القصة وما شفتوا الاماكن التانية اللي موجودة في اللعبة. ختم سبعة على القائمة اموموار بلو لعبة من الالعاب العاطفية جدا تضعنا في شخصية سباها وعلاقتها مع واردتها المختفية يعني بشكل باخر قصة عاطفية مؤثرة بس احنا هون بهمنا الاتشيفنس يعني مبدئيا في بعض الاتشيفنس فيها يعني ممكن تفوتك بس الحلو في هاي اللعب انك انت بتقدر ترجع للشيك بوينتس المختلفة الموجودة فيها ويعني فعليا تحصل على اللي انت فاتك بس بشكل وباخر اللعبة جدا سهلة وقت اللعب الرسمي طبعا هاي اللعبة ساعتين والمفروض طبعا بوصولكم لخط النهاية انكم تحصلوا على كاميرا الاتشيفنس وانا برضو عمل دليل لهاي اللعبة في قناتي اذا حابين انه ارشدكم لاسهل وافضل طريقة لتختيم هاي اللعبة. رقم تمانية على القائمة اسكيب اكاديمي لعبة الغاز مبنية على مبدأ اسكيب دروم لعبة جميلة وصدقا بنصحكم انكم تلعبوها حاولوا بدون دليل عشانكم يعني تشغلوا ادمغتكم وتحلوا الالغاز اللي موجودة فيها وتشعروا بالانجاز لما تختموا الغرف المختلفة شكلوا باخر الاتشيفنس اللي فيها راح تطلب منك انك تجمع بعض الشغلات اللي كلكتبزة موجودة في اللعبة بس اللعبة يعني اللعبة جدا سهلة وخفيفة ولطيفة وقت التختيم راح يحتاج منا ساعتين وبرضو انا عامل دليل لهاي اللعبة على قناتي اذا حبيتوا انه ارشدكم لاسهل وافضل طريقة لتختمها رقم تسع على القائمة لعبة صراحة اللي هو اهل اولى فكرت اني ما اضيفها مرة تانية على هاي القائمة لانه في بعض الناس بلغوني انهم عم بواجهوا مشاكل في المرتبطة انهم يفوزوا في لعبة الموجودة بهاي اللعبة بس صدقا يعني اتوقع مع المحاولة وانكم اتركزوا شوي في لعبة راح انكم بتختموها بشكل الكامل لعبة بتطلب منه ان احنا فقط نحضر فيديوهات ونحضر بس فيديوهات يعني هاي فكرة كلها تبعت هاي اللعبة وطبعا بالاضافة انكم تنفوزوا في لعبة السوريتير اما غير هيك مبدئيا ما في ايش فيها صعب هاي اللعبة وقت التختيم راح يحتاج منكم بساعتين فقط الاشي اللي ممكن ياخد منكم زي ما حكيت وقت اطول من هيك هو لعبة السوريتير والفوز فيها بس يعني مفروض انه تكون هذا ايش سهل لما تطلعوا منيح اللعبة وتركزوا على الكروت الموجودة فيها المفروض انه يعني الحظ يشتغل معاكم وانكم تفوزوا فيها بنحكي عن ساعتين زي ما حكيت مش اكتر من هيك راح تطلب منه ان احنا نحضر عدد منيح من الفيديوهات بس الحلو انك انت شغل واطلع شغل واطلع وبين حسب لك انك احضرته يعني وانا برضو عامل دليل لهاي اللعبة اذا حبيتوا انكم ترجعوا له تشوفوا الكلمات اللي لازم تحطوها عشان تحضروا كل للافلام. نكم عشر على القائمة لعبة من العاب الغاز عن طريق الصور لعبة جميلة جدا يعني في مغامرة برضو جميلة جدا بس بدأ نكون حذرين شوي فيها لانه في تطلب ان احنا نختم هاي اللعبة بمدة زمنية اقصر من نص ساعة وهذا ممكن يكون اول محاولة لكم صعب فمشان هيك لازم تلعبوا اللعبة بشكل عادي تعرفوا الغازها وتعرفوا كيف ترتبوا الصور وبعدين تحاولوا مرة تانية ويعني ما تخافوا مبدئيا ان شاء الله راح تكون اموركم سهلة. انا برضو عملت دليل لهاي اللعبة باش راح لكم الخطوات اللي انتو لازم تسووها عشان تختموا اللعبة باقصر شكل ممكن ان شاء الله. اقريبا راح نحتاج مدة ساعتين ما بين انو احنا نلعب اللعبة اول مرة نكتشفها ونشوف ايش اللي لازم نسوي وبعدين راح نلعبها المرة التانية عشان نختمها بنص الساعة هاي اللي مطلوبة منها. ممكن تحتاج منكم بتلعبوها مرة تانية في حالة ده اخطأتو. بس انو زي ما حكيت هي فقط نص ساعة مش اكتر. وان شاء الله انو ما راح تاخد معاكم اكتر من ساعتين لا تختموا كامل. لعبة لو لو وجود صراحة اتوقع انها راح تكون منفرة لبعض اللاعبين بسبب انها بتطلب من احنا نحط الاغراض في مكانها المناسب في غرفها المناسبة. بس وجود هدا بخلينا نحط الاغراض وين ما بدنا باي غرفة بدنا اياها. فبالتالي راح نقدر نختم هاي اللعبة بشكل جدا سهل وسريع. احنا بنحكي تقريبا عن مدة ساعتين مش اكتر. طبعا راح نمر فيها في غرف مختلفة خلال هاي اللعبة. ومطلوب مننا نفرغ هاي الكراتين باشكالها واغراضها المختلفة عبين ما نختم هاي اللعبة. وهذا هو فقط المطلوب. في بعض اللي بتطلب مننا نسوي شغلات معينة في اللعبة عشان نحصل على هاي المرتبطة فيها. وانا برضو عامل دليل لها في قناتي. تقدر ترجعوا لها ان شاء الله عشان ما يفوتكم اشي. الاتناعش على القائمة دونت كاونتي لعبة عبارة عن نحنا بنلعب في شخصية فتحة في الارض. ورح نوكل كل ايش موجود في طريقنا. وفقط هاي هي الفكرة. اللعبة جدا سهلة ممتعة وشخصيات فريدة من نوعها وغريبة. والفكرة اصلا برضو غريبة وصراحة اشي جميل جدا. بس يعني مبدئيا الاتشيفانس اللي فيها جدا شربة وسهلات. يعني بس اللهم ان احنا لازم نلعب اللعبة من اولها لاخرها لنوصل لالف كامير سكور. في بعض الشغلات اللي لازم نسويها بطريقة معينة. بس انه برضو انا عامل دليل لها عشان ارشدكم ان شاء الله لتختيم سهل وقصير لهاي اللعبة. بنحكي عن ساعتين تقريبا من وقت اللعب مش اكتر ان شاء الله لنختم كامل الاتشيفانس الموجودين في اللعبة. رقم تلات عشر على القائمة. هاي اللعبة بتحتاج او مدئيا ببساطة انه يكون عندكم ايد تاني عشان تساعدوا حالكم تختموها بكامل الاتشيفانس اللي فيها. مع المحاولة والخطأ وطبعا الغباء اللي موجود في هاي اللعبة لانه الجيم بلاي اللي فيها جدا معوق. يعني اتوقع انكم راح تحتاجوا ساعتين مش اكتر من هيك عشانكم تختموا كل الاتشيفانس اللي فيها. هاي للأسف صراحة انا لعبة ما عملت لها دليل. بس موجود كتير ادلة على الانترنت بقدروا يرشدوكم انكم كيف تختموا هاي المختلفة في هاي اللعبة. ما راح تواخد معاكم مجهود كتير بس شوية محاولة ان شاء الله وبتزبط اموركم فيها. عامة اربعة عشر القائمة دي سي ليغ اوف سوبر بيتس. اسم طويل للعبة. بس انه بدئيا هاي اللعبة جدا سهلة عشان نوصل لكامل اللي فيها. يمكن الوحيد المستفزة وممكن نحكي شوي صعبة. بتطلب منكم انكم ما تموته ولا عدو. في اي مهم من هاي المهمات. طبعا يعني هاد راح يتطرب منكم التجربة وخطأ. عبما انكم تقدروا تتفادوا الاعداء اللي موجودين في هاي اللعبة اللي بتخلينا نلعب في شخصية كلبه لسوبرمان. وكلبه لباتمان. ما عادة هيك مبدئيا اللعبة جدا سهلة بتطلب منك فقط انك انت تعمل ما بين الحيوانات واصحابها. وتعمل برضو لشخصيتك من خلال اللي انت راح تحصل عليها في تقدمك الطبيعي في القصة. بنحكي تقريبا عن ساعتين من وقت اللعب ان شاء الله عشان نوصل لتختيم. ان شاء الله راح يكون سهل. طبعا باستثناء هاي المتعلقة انك انت ما تموت ولا واحد شو هذا ممكن راح يطلب منك اكتر من مرة بس انه بشكل وبياخر مع المحاولة والخطأ ان شاء الله راح تزبط معكم. خمسة عشر على القائمة لعبة جميلة جدا تضعنا في شخصية فجلة. يعني فعليا الشرطة مسكته بعد ما هرب من الضريبة وتهرب الضريبة اللي سوها. والان عم تطلب انه يعمل مهام مختلفة عشان يسامحوا على اللي صار. يعني راح تكتشف انه فيها شخصيات شريرة وشخصيات جدا جميلة وكوميدية. برضو اللي فيها بيخليها صراحة اللعبة سهلة انه نختمها. اتوقع حتى بدونه ممكن انه نختمها. بس انه بخليها انها سهلة بدون ما تموت بدون ما تتأثر. وقت التختيب المتوقع ان شاء الله ساعتين مش اكتر. انا برضو عامل دليل لهذه اللعبة في قناتي اذا حبيتوا انكم ترجعوله عشان تمشوا معي خطوة بخطوة. ونوصل في نهايته ان شاء الله الى الف كاميرا سكور كاملة باقل مدة زمنية ممكنة. رقم ستعش على القائمة واحدة من العاب ال الاصلية اللي منشوف فيها عودة في نسخة على اجهزة لعبة جميلة جدا ومضحكة. شوي ممكن تكون مستفزة بسبب نحكي مبدأها ورسومها الممكن تكون قديمة. بس اللي فيها جدا سهلة. منحكي عن تقريبا برضو ساعتين من وقت اللعب مش اكتر من هيك. انا برضو عامل دليل لقيلها في قناتي اذا بتحب انكم تمشوا معي لنوصل مع بعض لتختيم سهل لهاي اللعبة. سبعة عشر على القائمة برضو نعبة من العاب نشوف فيها نسخة للاجهزة برضو من الالعاب الكلاسيكية ولعبة لسه اسهل من اللعبة اللي قابلها مبدئيا برضو منحتاج ساعتين. بس يمكن حتى اقل صراحة لانه هاي القصة فيها اقصر من لعبة بشكل او باخر. وبرضو انا عامل دليل لالها. يعني ما اتوقع راح تحتاجوا اكتر من ساعتين لتوصلوا للالف اذا حبيتمكم تمشوا معي لتختيم سهل وقصير ان شاء الله. لقم طمانطعش على القائمة لعبة من الالعاب اللي برضو بتحتاج يكون عندك عشان تساعد حالك انك انت تختم كامل اللي فيها. مع يعني فعليا الشغلات اللي اللي راح تضطر انك انت سويها في مهام اللعبة المختلفة. بشكل وباخر هاي اللعبة ما اتوقع انكم راح تحتاجوا اكتر من ساعتين لتختموها. ممكن توقع ثلاث ساعات بس صدقا ما اتوقع ساعتين هي ان شاء الله الفترة الكافية لنختمها ونوصل لكامل اللي موجودة فيها. رقم تسعتاش على القائمة لعبة يعني فعليا في ماشيكم في القصة راح تختموا كل اللي بتطلب انكم انت تلاقوا اللي موجودة في هاي اللعبة بس انهم راح يكونوا جدا سهلات انكم تلاقوهم لحالكم اذا انتم بحثوا يعني بشكل يعني بالدقيق في هاي اللعبة بس اذا حسيتوا انه هذا الامر صعب انا برضو عامل دليل لالها في قناته بتقدروا تمشوا معي لنوصل لتختيم كامل لهاي اللي ما اتوقع صراحة انه راح تاخد معكم اكتر من ثلاث ساعات بماشيكم في هاي القصة الاكتر من جميلة. مقم عشرين على القائمة لعبة عبارة عنك انت بدك تعمل قهوة للناس اللي بيجوا على هذا الكافي شوب تبعك وتسمع لهم وهم بسولفو. بس الاشي الحلو اللي منيح انه اللعبة بتقدر تخليك تعمل لكل الحوارات اللي بتصير. بس ما عليه غير انك انت تعمل مشروبات صحيحة لهذه الناس اللي بيزوروك. طبعا راح تضطر انك انت تلعب اللعبة يمكن ثلاث مرات لتختمها في نهاياتها المختلفة عشان توصل لكامل اللي فيها. بس اللعبة جدا قصيرة يعني مع طبعا كل القصص اللي احنا راح نمر فيها والحكي اللي راح نمر فيه فعليا ما اتوقع راح تحتاج اكتر من ساعتين. يمكن ثلاثة اذا يعني فعليا في واحدة بتطلب منك انت تضلك ايدل بس تطلع على كاسة قهوة او تعمل يعني شكل نسبريسو او اكسبرسو. وهاي اغلب الوقت راح نقضيها ايدل. فمشان هيك فعليا وقت اللعب يعني ما راح يوخد معاكم اكتر من ساعتين بشكل رسمي. برضو انا عامل دليل اهلها في قناتي اذا حبيتكم ترجعولو عشان نمشي مع بعض لنوصل لتختيم سهل وخفيف ولا طيب. رقم واحد وعشرين على القائمة كونتراست لعبة من الالعاب الجميلة جدا وصراحة يعني تجربة جدا جميلة في هذا العالم اللي مشوف فيه شخصية غريبة عم تتقيل حالها مع ظلها بشكل وباخر. بس انه البوينت تبعتنا في هذا الفيديو ان احنا جايين عشان الاتشيفانس والاتشيفانس اللي في هاي اللعبة جدا سهلة وخفاف ولطاف ان شاء الله. وانا عامل برضو دليل لهاي اللعبة في قناتي. تقدروا تمشوا معي خطوة بخطوة في هاي اللعبة الاكتر من رائعة لنوصل ان شاء الله الى الف كاميرا سكور ان شاء الله ما رح يواخد معكم اكتر من ثلاث ساعات كحد اقصى. رقم اتنين وعشرين على القائمة جينيسيس نور. مبدئيا هاي اللعبة من العاب البوينت ان كليك ادفنشر الغريبة جدا في طريق تصميمها وقصتها والفكرة الموجودة فيها. بس الاتشيفانس اللي فيها الحلو انهم سهلات. يعني مبدئيا ما رح يحتاجوا منكم مجهود كتير لنوصل لالف كاميرا سكور. يمكن تكون مستفز اللعبة في طريق تصميمها ورسومها صراحة. يمكن لانها خالية من الالوان هيك وتحسوها كئيبة. بس اللعبة جدا سهلة لنوصل لالف كاميرا سكور. برضو انا عامل دليل لها في قناتي ان شاء الله لنختمها مع بعض. لما نوصل لنهايتها نحصل على كامير الاتشيفانس. مقم ثلاثة وعشرين على القائمة دا وووكينج ديد مشون. هاي لعبة من الالعاب السهلة ضمن عالم دا وووكينج ديد اللي هم اصلا العاب سهلة برضو لنوصل لكامير الاتشيفانس. بس هاي اللعبة مبدئيا ما فيها اي شيء مسبل. لعبها من اولها لاخرها في قصتها الطبيعية وبتحصل على الف كاميرا سكور كاملات بدون ما حتى انك انت تسوي اي شيء الا انك انت تمشي فقط في القصة. ما بدأين اللعبة حتى ما بيدها دليل لانك انت في مشك في القصة بقراراتك سواء كانت منيحة ولا عاطلة راح توصل لتختيم سهل ان شاء الله. بس الفترة الزمنية تقريبا ما راح تواخد معاك اكتر من ثلاث ساعات الى اربع ساعات حسب انت بسرعة مشك في هاي اللعبة. رقم اربعة وعشرين على القائمة سامارفيل اللعبة من العلعاب الجديد نزلت على خدمة الجيمباس واللي صراحة خيبتني شخصيا بسبب النهاية اللي شفناها في هاي اللعبة نهاية القصة كانت كتير غبية هيك حسيتها بس الاتشيفنس اللي فيها جدا سهلات وخفيفات ولطيفات يعني مبدئيا وقت اللعب والتختيم نحتاج اربع ساعات كحد اقصى عشان نوصل لنهاية هاي القصة ونختم كامل الاتشيفنس برضو انا عامل دليل لهاي اللعبة في قناتي بركز فيها على الكوليكتابلز اللي موجودين في الاماكن المختلفة من هاي اللعبة. حتى الخمسة وعشرين على رقائم اسكورن لعبة من الالعاب اللي برضو شفنا نزول لها في عشرين اتنين وعشرين وبرضو للأسف فشلتني من ناحية الجودة التعيسة في هاي اللعبة بس انوا بدئين اللي فيها جدا اخفاف والطاف وسهلات على الرغم من صراحة التخلف اللي موجود في الالغاز والقتال اللي كان موجود في هاي اللعبة. انا عامل دليل لهاي اللعبة برضو في قناتي بتقدروا ترجعوله عشان تمشوا معاي لنوصل لتختيم كامل الاتشيفنس ان شاء الله. في مدة ان شاء الله ما رح تاخد معاكم اكتر من ثلاث ساعات. ممكن تاخد معاكم اربع ساعات. طبعا في سبب اللي يعود الى انه القتال ممكن يكون عقيم في هاي اللعبة. وانه للأسف اللي ممكن تكون شوي ظالمة بحقكم. تتوفوا انكم رجعتوا لنقاط بعيدة. تردوا تعيدوا تحل الغاز يعني هذا الحكي للأسف موجود في هاي اللعبة بس بشكل وبياخر اللعبة جدا سهلة في حال يعني اذا تمكنتوا من موضوع القتال. وزي ما حكيت وقت التختيم ما رح ياخد معاكم اكتر من اربع ساعات ان شاء الله. ستة وعشرين على القائمة لعبة بتذكرنا هيك شوي لوهلة في مسلسل لعبة جميلة قصة جميلة وغموض برضو جميل في هاي اللعبة اللي فيها جدا سهلات اخفاف الطاف. انا برضو عامل دليل له في قناتي برشدكم ان شاء الله لتختيم سهل وخفيف لطيف لهاي اللعبة. ما اتوقع رح تحتاج اكتر من ثلاثة الى اربع ساعات لتختموها بشكل كامل ان شاء الله. رقم سبعة وعشرين على القائمة لعبة كاملة متكاملة اللعبة اصلا حلوة جميلة بقصة جميلة بقتال لسه اجمل والاتشيفانس اللي فيها جدا اروع واسهل واخف والطف. يعني اللعبة بدأ احكي لكم اياها عشرة على عشرة بكل كافة المعايير. اذا بدكم هاي اللعبة سهلة. اذا بدكم قصة هاي اللعبة جميلة. وادا بدكم كومبت وقتال هاي اللعبة بتحتوي كل هذا الحكي. بنحكي تقريبا وقت الوصول لتختم كامل مع برضو القصة. يعني بنحكي تقريبا اربع ساعات الى خمس ساعات. وانا برضو عامل دليل لهاي اللعبة في قناتي. فامشي معاكم في مناطق اللعبة المختلفة. لنوصل لتختم سهل ان شاء الله. رقم تمانية وعشرين على القائمة كراكان اكاديمي. لعبة جميلة جدا في قصة برضو غريبة. وهي غموض. بنشوف فيه لعبة عبارة عنه معنا بس تلات ايام عبين ما نعيد. ونرد نحاول مرة تانية انه نمنع هاي المدرسة منها تتدمر وشخصيتنا اللي هو الطالب الجديد اللي دخل هاي المدرسة. مبدئيا هاي اللعبة جدا سهلة على الرغم انها يمكن تبين معقدة وممكن حتى تكون صعبة اولها. تشوفوها هيك غريبة بس مبدئيا اللعبة جدا سهلة اللي فيها جدا اخفاف الطاف. انا للأسف نعمل دليل وناوي صراحة نعمل دليل لالها. بس بالوقت الحالي انا لسه ما عملت لها دليل. يعني برضو اذا بتحبوا بتدوروا على الانترنت بتلاقوا كم من دليل برشدكم كيف تختموها بشكل ان شاء الله سهل وخفيف لطيف. يعني ما اتوقع راح تاخد معاكم برضو اكتر من خمس ساعات لتوصلوا ان شاء الله الى تختيمها الكامل. دخل تسعة وعشرين على القائمة دا قانك هاي اللعبة من الالعاب الجدا جميلة في عالم جميل مغامضرات عالم فضائي بالنسبة لان احنا داخلين عم نكتشف فيه هاي الشغلات اللي مسيطرة عليه. اللعبة اصلا من اساسها يعني فعليا جدا سهلة بس ممكن تكون فيه وحدة تعتبر يعني عملية للوحوش والاغراض المختلفة اللي راح اتوجوها فيها اللعبة. بس يعني الحمد لله انا عامل هاي اللعبة دليل في قناتي بتقدروا ترجعوا له وتمشوا معي وارشدكم للشغلات اللي لازم نعمل لها تجميع عشان ان شاء الله نوصل في نهايتها لتختيم كامل وقت اللعب ووقت التختيم ما اتوقع راح ياخد معاكم اكتر من خمس ساعات ان شاء الله. مقم ثلاثين على القائمة لعبة مغامرات يعني ممكن نصنفها على عينها شبيهة في العاب اللي منشوف فيها شخصية شباب عم بيحاولوا يهربوا من هاي البلد الديكتاتوري وانت مسؤول عن قراراتهم اللي بالنهاية انها راح تسوي انها تنجحهم انهم يهربوا او انهم ينمسكوا من قبل الحكومة والسلطات. لعبة جدا جميلة مبدئيا يعني تجربة جدا جميلة ووقت التختيم مبدئيا ما راح يحتاج معاكم اكتر من خمس ساعات لتوصلوا الى كامل الاتشيفانس الموجودة فيها وانا برضو عامل دليل لالها في قناتي برشدكم على الشغلات الاساسية والضرورية اللي لازم نعملها عشان نوصل لنهاية مع كامل الاتشيفانس ان شاء الله. دول هم التلاتين لعبة اللي موجودين على خدمة الاكس بوكس جيم باس اللي يعتبروا الاقصر من ناحية وقت التختيم والاسهل من ناحية تختيم كامل الاتشيفانس بشكل او باخر. بتمنى ان شاء الله في هذا الفيديو انه يكون عجبكم. وفي حال لو عجبكم بتمنى تضغطوا على زر اللايك. هاي الطريقة الوحيدة اللي تساعدوني في انه هذا الفيديو يوصل لمزيد من المشاهدين. واذا انت كنت مشاهد جديد لأول مرة بتشوف قناتي ومحتوي بتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيكم. بنشوفكم بفيديو ومحتوى واخر. بتمنى لكم كل خير وسعادة. والسلام عليكم.